يشهد السوق البيئي حاجة ملحة لضمان منتوج سنوي من شجيرات البلوط الفليني مما دفع محافظة الغابات في ميلا لإنشاء مشتلة توفر ما يزيد عن 200 ألف شتلة سنويا لكل الولايات الكمية المنتجة في كل موسم غرص تصل حوالي 350 ألف شتلة سنويا تلبي الاحتياجات تسهم بفاعلية عمليات الغرس والمتابعة بالمشتلة في المحافظة على النظام البيئي سليم والوقاية من التلوث والمساهمة في ضمان المنتوج الوافر للفلين الذي يعتبر ذو قيمة اقتصادية في السوق المحلية والدولية الهدف من غرص شجيرات البلوط الفليني هو زيادة الإنتاج في مادة الفلين التي تعتبر مطلوبة في السوق الدولية النخل القزم هو المنتوج المحلي الذي عرفت تساع في الطلب عليه لاستعماله في التزيين والبساتين مما يجعل توسعة الاستثمار بالمجال عامة أكثر من ضرورة